موسيقى يا صباح الخير لكل أشخاص يلي عم يحضرونا عبر شاشتكم شاشة سماء الفضائية في بداية هذا الأسبوع بدنا نتمنى لكم بداية أسبوع حلوة وكونا بلش البرد بالليل يعني للأشخاص اللي بيحبوا البرد إن شاء الله تنبسطوا يسعد في صباح الكارب صباح الكارب نور وصباح الخير لكل مشاهدينا عجلت كلها يمكننا حسنا بها الكام يوم كيف قلب الطقس والاكتئاب بلش والإجبار يبتزعلي حسي هيك مع الهوايات الخريف وهيك إجباري يمكن يصير لعالم هيك في عالم كان تكتئب إنه قربت الشتوية وبلش البرد في عالم أبتم بسط شاء الله أنتو كمان تكونوا مشاهدين عم ديروا بالكم على حالكم وعلى صحتكم وخاصة بهذه الظروف الحالية ونحن أكيد دائما بحلقتنا معنا بهك وقفات كثيرة بأكتر من مكان رح تكون أكيد من الأخبار المحلية والعالمية بالإضافة أكيد لضيوف متخصصين بأكتر من مجال ومنهم دائما مناخد المعلومة الدقيقة شو معنا لليوم نتعرف سواء رجل صيني بعمر الستة واربعين عام يذهل الناس بمرونته العالية بأي عمر تصبح الفتاة شبيهة بوالدته ويترى شو التفسير العلمي صفات يتمتع بها الموظف المثالي والناجح ولكل الصبايا رح نتعرف على موضة الشعر لهالموسيم ونقدم لكم تسريحة أنيقة بخطوات بسيطة العد الشائع المعروف بحب الشباب والأخطاء المرتكبة بالتعامل معه الصبارة فاكهة مدللة تزين ساحات دمشق بالصيف موسيقى يعني لا الصن ولا العمر ولا حتى الظروف هي مانع لحتى نعمل الشيء اللي نحنا منحبه أو يمكن ممكن نحنا نفوت علينا فرصة نكون فيها مشهورين على السوشال ميديا بهذا الشيء مثل مصر مع الرجل الصيني يلي عمره 46 عام يلي عنده ليونة مذهلة لكل أشخاص اللي شافه يعني تماما نور هلأ كنا عم نشوف يمكن هيك لقطة صغيرة وطبعا أكيد رح نشوفه ونشوف ليونته ضمن أخبارنا المنوعة ورح نتفرج أيضا على مهرجان الطائرات الورقية بأنجلترا وشو هي الطريقة الجديدة للكشف عن فيروس كورونا اللي اخترعوها بتايلند أخبارنا المنوعة لليوم مميزة وأحداثة فريدة من نوعا وأولى محطاتها حتكون من إنجلترا يلي انطلق فيها مهرجان سانت أنت للطائرات الورقية والواضح أنه كان في إبداعات جديدة ومميزة إن كان بأحجام أو أشكال الطائرات المعروضة مثل الدببة والأسماك يلي غطت سماء شاطئ سانت أن في مدينة لانكشر يذكر إنه هالمهرجان تم إلغاء السنة الماضية بسبب الظروف يلي فرض فيروس كورونا تاني محطاتنا حتكون مع ليو تاو الرجل الصيني البالغ من العمر 46 سنة يلي أذهل الناس بمرونته العالية ومهاراته بالكونكفو المذهل أكتر إنه ليو بدأ بالتدرب على هالحركات وهو بعمر الأربعين سنة وقال إنه ما تلقى أي دروس ولا تعلم من اليوتيوب وكل حركاته من اكتشافه ويلي دفعه لتعلم الكونكفو هو اضطراره للبقاء مع والده بالمشفى لفترات طويلة فكان بالحاجة لرياضة يقدر يمارسه داخل المنزل ومن وقته بذل جهد كبير لا قدر يتقن الكونكفو أمد السين لا تايلاند مجموعة علماء طواروا جهاز بيكشف الإصابة بفيروس كورونا خلال 15 دقيقة فقط لكن من خلال العرق فحسب العلماء الأشخاص المصابين بكوفيد 19 بيفرزوا مواد كيميائية محددة للغاية فاستغلوا هالنتيجة للكشف عن روائح محددة تنتج بكتيريا موجودة بعرق المريض والجدير بالذكر إنه دقة نتائج هالجهاز وصلت لـ 95% ومطورينه بيأملوا يكون هالجهاز بديل ميسور التكلفة مقارنة بمسحات الـ BCR موسيقى أهل الأمثال ما ضل شيء وما قالوا واختصروا بعبارة حكيمة والمثل الشعبي لليوم طب الجر على تمها بتطلع البنت لأمها طلع حقيقة وفقتها الدراسات العلمية سواء من الناحية المواصفات الشكلية أو حتى الطباع والتصرفات طبعا حتى العلماء قالوا نور إنه غالبا بتكون البنت هي مثل مراية لأمه وهالشي بيرجع لدرجة الارتباص بيناتهم حتى إنه كثير منسمع بنات بيقولوا إنه أنا وماما مثل الرفقات أو مثل الأصدقاء بس السؤال بأي عمر ممكن تصير البنت هي تشبه أمه وشو أكيد التفسير لهذا الشيء تعبوا معنا هالدراسة لتعرفوا التفاصيل من نحن وبنات صغار كنا نحاول نتشبه بإمهاتنا سواء بتصرفاتهم حركاتهم وحتى لبسهم وأدي لبسنا تيابهم وشوزاتهم وأدي حطينا من مكياجهم لحتى نصير نشبههم ومو غريب على المرأة إنه تشبه أمه ورغم إنه في تصرفات وعبارات ممكن ترفض اكتسابها من والدتها إلا إنه بأوقات كتيرة ممكن تلاقي حالة عم تتحول لنسخة عنا والدراسات أكدت هالشي دراسة أمريكية أجريت على ألفين رجل وإمرأة وجاوب المشاركين على سلسلة من الأسئلة للتحديد إنتا بيصيروا بيشبهوا أهليهم وبحسب الدراسة تبين إنه النساء بيتحولوا لنسخة عن أمهاتهم بالسنوات القليلة الأولى بعد ما يصيروا هن أمهات وببين هالشي بشكل واضح على سلوكياتهم وحتى أزواءهم فمتوسط العمر يلي بتجيب فيه المرأة طفل الأول هو 30 عام وبعد كم سنة يعني تقريباً بتصير 33 لتبدأ تدريجياً بتطبيق يلي اكتسبتهم من أفكاره سلوكيات وتصرفات كانت ترفضون سابقاً بتبلش تعتمدون مع أطفالها بهالوقت ما في داعي للتمرد على أمهاتنا فتلقائياً منتبنى أسلوب حياتهم وسلوكياتهم وأساليبهم التربوية ومنستخدم العبارات نفسها ويمكن منتفرج على نفس البرامج التلفزيونية أو حتى منمارس هواياتهم وما عاد بهمنا شي إلا راحتنا نعم يا صبايا، الأمومة هي يلي بتخليكن نسخة عن والدتكن والأمومة هي سر صعب فهمه لحد اللحظة يلي بتجيبي فيها ابنك وتبلشي برعايته كرمال هيك بكتير من الوقت منشبه أمهاتنا يلي منتأكد بكل لحظة أنه همن الأول والأخير نحن مثل ما همنا الأول والأخير أولادنا وصار الوقت لنبلش معكم بأولى فقراتنا كتير منشوف كيف تتمسك الشركات والمؤسسات الكبرى بموظفيها المتميزين بما فيها وما فيها تستغني عنهم أبدا بسبب صفاتهم وقدراتهم يلي مو موجودة عند أي حدا صحيح ويمكن بوقتنا الحالي أكثر نور زادت الحاجة للموظف المثالي أو المميز فكيف فيك تكون أنت هذا الموظف المتكامل راح يجاوبنا على هذا السؤال الأستاذ رواد نعمي مدرب في إدارة الموارد البشرية صباح خير أهلا وسهلا فيك صباح النور يسهل صباحك أهلا وسهلا فيك أستاذ يعني الشركات هي بتختلف بحسب نظرتها للموظف مين هو الموظف المثالي عنده ممكن الملتزم بالدوام ما في عنده مشاكل مبروجة على رأسه فهو بتعتبر هو موظف مثالي ممكن المبدع يلي دائما بيعطيه ابتكارات أفكار ممكن يطور من أدائه الشركة كما بتعتبر هو موظف مثالي لكن بيعلم إدارة الموارد البشرية مين هو الموظف المثالي للشركات حلو هلا اليوم لحتى الموظف يكون هو الموظف المتميز أول شيء بده يعرف يدير ذاته بشكل صح إدارة رزاة عم نحكي أول شيء إدارة الوقت وإدارة الانفعالات بمعنى اليوم إدارة الوقت تتلخص أنه أنا أعرف حتى أهداف هاي الأهداف تكون زكية تكون محددة وواضحة وقابلة للقياس ويتتفئ معها مع مديري فيها أعرف رتب أولوياتي بشكل صح الموظف أبدا يكون الموظف اللي هو كل شيء لازم اشتغله هلأ لا يعرف يرتب أولوياته يعرف يبدأ يحط مواعيد صحيحة لتسليم المهام الخاصة فيه اليوم هاد الموظف كمان لازم يكون عنده بإدارته لوقته يعرف بنفس الوقت كيف حلينا قول هاي المهام يقدر يفوض لغيره اليوم إذا الموظف عنده الإمكانية أنه يوكل مهام حدا لأحدتان يعطي مهام لأحدتان يشتغل بإمهو يشتغل على الأمور المهمة والعاجلة هذا الشي بيمكنه بشكل أفضل وهي تتمتع بزكاء هوا كمان الموظف شوي ممكن يتعلم مهارات كيف تفوض أو كيف تدرب غيرك لحتى يشتغل شغلتك بطريقة أحسن من ننتقل إدارة الانفعالات هي إدارة الضغوطات اليوم أكيد الشغل بشكل ما في شغل ما في ضغط ما في شغل ما في تسليم موعد ما في تعامل مع عشخاص فالشخص اليوم بودт يعرف كيف يدير انفعالاته ودير التوتر اللي فيه يدار يخفض مستوى التوتر اللي عنده لحتى يدار بكل بساطة ما يأثر هالضغط النفسي عليه وبالتالي يأثر على المحيط اللي حواليه ويأثر على صورته قدام مديره النقطة التالتة المهمة للموظفينية أقول لها تأخذ المبادرة استلم زمام الأمور وزمام المبادرة معظمنا يحاولون أن يفكرون اليوم بالشغل أفضل أفضل يعني يظل مختفي إذا كان هناك مشاريع جديدة تعرف أن تعمل فيها ليس غلط أن تتبادر وتقول أنه سوف يعمل في هذا المشروع إذا كان هناك فرق عمل معينة ليس غلط أن تشارك بفرق العمل المعينة التي تم إنشاءها لإنجاز مشرور معينة أو إجاز مهمة معينة لأن هنا ستكتسب خبرات جديدة مثل أن الوحد يحب شبها كأنه يجمع رصيد يشترك بأهمات جديدة يشترك مع فرق عمل فهو يعمل رصيد له أنه يتواجد يصبح يسم مع زملائه ويصبح يسم الدام مديره أهم شغلة هو أن الوحد قبل أن يطرح أي فكرة يحاول أن يفعلها تستيق صغير يعني لا أطرح فكرة وأنا هذه الفكرة لم أجربة أبداً ما سيحدث عنها؟ أجرب هذه الفكرة لحالي أجرب تقنية جديدة برنامج جديد أجرب أسلوب جديد أجرب أسلوب جديد أجرب أسلوب جديد بالمقابلات دعني أجربه ثم أطرحه على مديره إذا كانت هناك نتيجة فعالة على التجربة الصغيرة سأذهب معي بالنتائج اليوم أهم شغلة أن أحاول أخذ مبادرة ما يمكن أن تغييرها لا أخذ اليوم الموضوع أنه لا يمكن أن يجرب أفكار لا يمكن أن تطرح أفكار يمكن أن تأخذ بالرفض ولكن لماذا أرفض هذه الفكرة قبل أن أطرحها؟ لا أطرح أفكار جديدة أجرب هذه الأفكار قبل أن أطرحها على مديري ثم أقدمها بطريقة أنه هكذا جربنا نتائج هكذا يكون واثق من فكرته طيب أستاذ رواد نرى اليوم كما ذكرت حضرتك أنه هناك خوف اليوم ما سنقول من التمييز اليوم هناك خوف من أنه أنا دائماً تحت الضوء وأنا دائماً الأنظار كله علي بيحاول الموظف لأنه طالماً أمشي أموري ووضعي منيح خلاص بلا ما أنا كثير بيّن طيب اليوم شو الصفات وهي بيقدر فعلاً الموظف هو يشتغل على حاله فيها اليوم لا يوجد أحد يخلق متعلم بالنهاية قبل أن يشتغل هو يخضع على دورات معينة يخضع على يتعلم مهارات أو مهارات جديدة ما هي الأشياء اليوم بسوق العمل هي مطلوبة نحن نتحدث أيضاً للجل الذي طارع يدور على شيء يقدر هو فعلاً يفوت على شركة يقدر يصبط حاله نتحدث عن الأفكار الأكثر سبع مهارات تطلب بشكل كبير أولاً إدارة الوقت الذكاء العاطفي وهو يضمن الذكاء الاجتماعي وإدارة الذات نحكي اليوم التفكير النقدي الذي أنا اليوم كيف أن أنظر للأمور بمنظور مختلف وكيف أن أجد فسر الظواهر كيف أن تطلع التفكير الإبداعي وهو أمر جداً مهم العصف الزهني مهارة حل المشاكل فهدول الأمور اليوم إذا الموظف أرى عنا حضر عنا محاضرات حضر عنا أونلاين صار في اليوم أنه صار العلم محدود صار العلم موجود على مواقع انترنت مثل مواقع التعليم الإلكتروني لا سنقل أسماء حتى لا نقل دعائي لأحد هناك دورات وورشات عمل مجانية لا يوجد أن يتعلم أنا طالب جامعة جديدة لتعسؤل العمل لا أدامي هذه الفرصة أن يمارس أو يصير عندي خبرة لكن هناك فرصة أن تكون تعرف إذا كنت تعرف وتبدأ على أرض العمل ستتحول من معرفة نظرية إلى مهارة وستطيع أن تستخدمها طبعات العمل يعني أنا أتذكر ببداية فترة مرحلتي جامعية كثير تعلمت مهارة دارت الوقت كانت معرفة بالنسبة لي أول فرصة تعمل إلي أنا لحاله دماغي بلش إذا إلي في هذه المهارة إدارة الأولويات بهذه الطريقة مربع الأولويات منها معاجل تفوض المهام كيف ممكن تفوض أي حدا بمهامك بلش لحالها المعركة التي كانت أنا مكتنزة أو ماخدة بلش تظهر عندي بسلوكي بتصرفاتي وبالتالي اختلف أسلوبي يعني أسلوب عمل الموظفي اللي معي بنفس الوصف تمام ممكن بعض الأشخاص بيقولك أنه أنا موظف بس أنا لا أحب هذه الوظيفة بس أنا أشتغل فيها لأنه إجتني فرصة هذا العمل صحيح أدي هذا الشيء بلحب دور لحتى فعلا أنا أبداع أو ألاقي حالي في هذا المكان أو ممكن أن هذا المكان ما أحبه ولكن اشتغل على حالي يطور ذاتي حتى فعلا أثبت حالي بهذا المكان وهو ليس شرط أني أحب هذا العمل ولكن هو المهم أني أنا أتأقلم وأبداع حلو هناك نظرية اليوم اسم نظرية الميول المهنية اللي هي بتقول خلينا ببسطة إذا أنا شخصيتي بتتناسب مع بيئة عملي أنا هاطلع موظف عندي دافعية عالية وبالتالي عندي أداء عالية التكيف حيصير لأننا اليوم عيش ببيئة أنا اليوم هاي البيئة بتشبهني من نفس الروح كما كان الواحد عيش بعيلته أنت موجود بشغلك وشغلك هو ببيئته نفسه هي عيلتك بغض النظر على الموظفين فعندك الدافعية عندك القابلة أن تتطور خلينا نحكي اليوم أنا اليوم كشخص ممكن حدا إلي أنا عم بشتغل بالمجال لا يتناسب مع ميولة أوكي صح وأبعد شينا أسألك ما هي ميولة؟ إذا ما قادر جاوب هذا السؤال لازم تعمل بعض الاختبارات النفسية وهذه الاختبارات النفسية وتعود مع شخص موارد بشرية نساعد فيه لحتى تعرف ما هي ميولة المهنية اثنين ما في شغل ما بيعلمك مهارات لو كان هذا الشغل بعيد عن ميولة حاول اليوم من شغلك اللي أنت ما بتحبه أو منك حاسس أن شخصيتك تتناسب معه أخو خبرك شوفي مهارات أنا بهذا الشغل أتعلم إدارة الواد بهذا الشغل أتعلم كيف تعامل مع ناس بهذا الشغل أتعلم كيف سلم مهام بوقت قصير هاي مهارات معينة تفص فيها وبعدين شوف الشغل اللي أنت حابه ورغبانه ما المهارات يتطلب عليها فو تعمل شوية سواء على الإنترنت شوف هاي المهارات المطلوبة بالعمل الثاني ما هي وبدأ سد هاي الفجوة ما بين المرغوبة اللي أنت طالب والشيء اللي حاليا تتعلم والموجود عندك اثنين خلينا نقول هذا الشغل اللي أنه رغبانه وما أنه موجود في البلد أو لا يصحل الفرصة فيه فظلت أن تطور حالك ولكن أنا عندي صديق هذا الصديق عنده ميود إبداعية يعمل بوظيفة بيروقراطية لأبعد الحدود يعني اليوم نظام ورقيقة وروتين وروتين هذا الشخص نظامي ويأتي عندي الروادة سأفقع بكل بساطة كيف تنمي هذه الميود لقى بعض الأنشطة الطوعية التي فيها تعليم أطفال أمور فنية خلينا نقول بمكان يتعامل يتعلم مهارات ترغب أن يحبه يذهب إلى مكان ثاني يطلح هذه الشخصية الموجودة عنده الإبداعية والميل الإبداعية وبدأ يستفيد جمع بين الاثنين من هذا الشيء من إما علاقاته ففات على مجال لغرافيك ديزاين وبعدين كثيرا بس إنه المكان اللي أنت موجود فيه وما أنت تدور على أماكن تتناسب مع ميولك ستنمي علاقاتك وهذه العلاقات ستتعلك بواب فهي أعطي للشخص أهم شيء مهارة الصبر اليوم أنا بشبهها بالزراع اليوم ما فيك تزرع شراء وتتمنى أن تتطلع فجأة دغري بدك تصبر شوي فبدأ وقت الشراء إذا لم تتمكن من أول شهرين ثلاثة أعطيها مدى سنة أعطيها سنتين ستصير آخر شيء مية بالمية طيب نحنا اليوم للأسف اللي عم نشوفه على أرض الواقع شوي مختلف عن المثاليات نحنا ممكن نحكيها على طول أو نتمنى تكون موجودة نحنا اليوم بيكون في عنا ممكن موظف هو شاطر عم يعمل كلمة هامو على أكمل وجه ما بيقصر بشغله بيسلم كل شيء على الوقت بس هو مثلا ما نهو كثير مرتزم بدوامه في شركات اليوم هي همه إنو الموظف فات ساعة 9 بصام طلع ساعة 5 بصام إن شاء الله قعد هالثنان ساعات يمكن عم يتسلم فيهم وفاتح انترنت بالشغل أو شو ما كان عم يعمل هو المهم عم يداوم هذا الدوام أنا بهمني آخر الشهر يمكن أخصم له راتبو أو أعمل له عقوبات أو شو ما كان نوع العقوبات اللي ينزل كيف نحنا اليوم نوازم بين كل هاي الأمور يعني اليوم هل أنا بعتبر الشخص اللي هو عم يعمل كل واجباته بس ما عم يداوم هو ما نوم وظف مثالي همه هلا اللي أحكي اليوم كل شركة أولا ثقافتها وكل شركة لبيتك في شركات تتميز ثقافتها بالالتزام الحد اليوم نحكي دوام عم نحكي اليوم التزام بالورقيات بالتوقيع بالبصمة بالحضور هاي الشركات أنا اليوم ما فيني اليوم نوعا ما فاوض إنه أنا لأ أحملوا لي موضوع الدوام وعملوني معاملة خاصة كما بدي تقان نوعا ما مثل زملائي فبدي اوكي ألتزم بهذا الموضوع أبخلص شغلي عبكير يظل عندي وقت فراغ اوكي كيف يستغل وقت الفراغ عندي الموارد لحتى استغل وقت الفراغ باني تعلم مهار جديدة اطلع على فكار جديدة موالط اوكي ممكن طالب اني أنا فوت في تسكات جديدة مثلا بعض الأشخاص ببعض الشركات أخي أنا بقول لي أنا بخلص شغلي ثلاث ساعات وأنا مطلوب مني أني داوم ثلاث ساعات اوكي عندك الخمس ساعات فراغ كيف تستثمرون؟ فيكي ممكن تعود مع مديرك تسألوا إذا فيني مثلا مساعد ناس في مهام ثانية إذا حابب معبول إذا هذا الشيء إجباري فاليوم أريد أن أرى الشركة عشو تركز بالظبط ويحاول التزم فيها حتى اليوم آخر شيء أرجع أقول هي مرحلة انتقالية إذا كانت الوظيفة أو بيئة الشركة كبيئة عمل هي من نفس البيئة من نفس الروح مثلا أنا شخص اليوم بيهتم بالنتيجة ما بيهتم بالروتينيات أوكي ماشي على عين وراسي المالوظيفة عندك ببيئة شركتك هي بتهتم بأمور الروتينية بتهتم بأمور العلاقة بالتزام بالدوام تتمشي مع هذا السيستم مع عين عليك وبالتالي من شان اليوم تقدر تتجاوز هذه المرحلة إذا كنت تكون هذه الفترة إذا كنت ملتزم بهذه الشركة تقول لك فرصة تعمل بشركة ثانية ما حتوعد بيه الخاص بدي ترك شغلي بدي يمشي لا تواكب ما عرفش الشغلات التي تهم الشركة وعساس التزم فيها بحيث أنه ما تضر مصلحتك الشخصية آخر شيء لأخر شيء الموظف اليوم موجود ليأخذ خبرة ويأخذ تعويض بالأخير اللي هو الراتب أو المكافأات فبدو يحاول يلتزم به المعيير اللي حاططها الشركة ختاماً أستاذ رواد قديش الشركة اللي أنا عم بيشتغل فيها أو عم بيشتغل فيها أي موظف هي قادرة أنه تلعب دور بانتمائي لهذا المكان بيحب بهذا المكان لإبداع القدرات لحتى يفرغ الواحد طاقاته لحتى ينجز لحتى يعطي اسم لنفسه وبنفس الوقت يكبر بين المكان الموجود فيه كثير هذا الأمر مهم اليوم يوم تكون الشركة بيبئة عمل يتوفر فرص للموظف ويطور بتعطيه مكافئات معنوية ومادية مجزية في فرص للتدريب فيها العلاقات بين الزملاء هي علاقات احترافية هذا الشيء قولاً واحداً بيشجع الانتماء على الموظف لأن اليوم بالأخير فيه علاقة تبادلية أنا عب بعطي للموظف وقت وخبرة ومعلومات ومهارات الشركة تتقطيني من المقابل شيء اللي هي أني يطور أني أخذ تعويد مادي مجزي أخذ تعويد معنوي يكون فيها علاقات مريحة بيننا يعني إذا من أخذها على صعيد أصغر حتى على صعيد الأسرة إذا اليوم الأسرة لا يكون فيها الأخذ والعطى يعني خلينا نقول فيها التبادل المنفع المتبادلة لأخر شيء الأسرة ستنفك تمام؟ بالشركات لا يوجد لدينا حب مشروط مثل حب الأهل مثل أولادهم فيها علاقات متبادلة فالموظف يريدون يعطي ينطر أيضاً مقابل الشركة بدأت تحاول اليوم توازن ما بين العلاقات ما بين العلاقات ما الموظف يعطيني لحتى أنا أعرف ما أريد أن أبدل الموظف مثلاً نقول يجب أن يكون في نظام مكافأة بالشركات تعطي اليوم مكافأة مميزة للموظف المتميز وكذلك سيأخذوا راتب لا يأخذوا خصومات لا يتعرضوا العقوبات ستكون العلاقة جيدة بينهم لكن الموظف المتميز سأعطيه مثلاً أمور مكافأة ثانية أفضل وأحسن حتى يستطيع أن نشجع غيره حتى يتحق هذه المكافأة وهذا حافظ بالأخير أكيد لكل الموظفين شكراً كثير أستاذ روادع وجودك معنا شرفنا شكراً لكم أستاذ واحك أهلا وسهلا فيك بواجه الموظفين عادة صعوبة بممارسة الأنشطة الرياضية بعد انتهاء العمل بسبب فقدان الطاقة ولمواجهة هذه الحالة نصح خبراء ألمانا الموظفين بتناول أطعمة صحية خلال فترات العمل والحرص على وجود حقيبة الملابس الرياضية معهم لحتى يظلوا مستعدين لحتى يروحوا لممارسة الرياضة رياضة الصباح صارت جاهزة الساعة صباحكم صباح الرياضة سنبدأ اليوم تمريننا مع بعض سنبدأ بالمكان أحمق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة ستب توتش يمين بيسار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة 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 عشرة مع ايدين في فوق وواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة سبعة ثمانة تسعة واخر مرة هلا حاطل هون واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واخر خمسة خمسة اربعة ثلاثة اثنين واخر مرة ريح واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية هلا حاطل هون قدام جنوب خطوة فوق برجع قدام جنوب اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة خمسة اربعة ثلاثة اثنين واخر مرة برجع بريح باخد نفوس هلا الجهة الثاني كمان هاطلع خطوع خطوع قدام اثنان ثلاثة اربعة خمسة سبعة تمانة تسعة عشرة خمسة اربعة ثلاثة اثنين واخر مرة عليح باخد نفوس هاطلع فوق واحد اثنين ثلاثة اربعة ومكاني هنزل واحد اثنين ثلاثة اربعة كمان فوق واحد اثنين ثلاثة اربعة بفتح واحد اثنين ثلاثة اربعة كمان فوق واحد اثنين ثلاثة اربعة تمرينث اثنين ثلاثة سراثة اثنين ثلاثة اثنين اثنين اخر بس هكا الرجلين بريح خلط سامريني لليوم بشوفكم بحلقة بكرة باي باي يسعد صباحكم عن جديد بتفضل كل صبية انه تتمسك بالشكل الطبيعي لشعره لانه الشي بخلية حسب الراحة وخاصة وقت تذهب على الشغل او حتى على الجامعة كرمالي امكان ما تضيع لكثير من الوقت وبالمقابل اكيد بتدور دائما عن تسريحات جديدة لحتى درعة متجدد وكيف اذا كانت هاي الموضة هي لهي السنة ابسط الموديلات لكل المناسبات مع تدلات ممكن تكون بسيطة او حتى بالاشياء التانية تفاصيل كثيرا عن هالموضوع رح نعرفها مع مصفف الشعر محمد كيكيا اللي صار موجود معنا لليوم صباح خير اهلا وسهلا فيك معنا يعني مثل ما بلشنا بالبداية محمد عم نشوف كثير الصبايا عم يروحوا للشي البسيط يعني حتى بمناسبات كبيرة او بمناسبات بتخص ما كثير عم يكون فيها خلالينا نقول بالشعر او بالموديلات شو اكتر الموديلات اللي عم نشوفها بهي الفترات او بهي السنة هلا اكتر موديلات هي الموديلات الناعمة البسيطة اللي بتتجاوب مع كل شي يعني ممكن احنا هلا نعمل موديل بسيط ممكن يلبق العروس ممكن يلبق لخطبة لطلعها عادية نعم وتقريبا يعني هلأ فينا مرجيكون سوف نشوف نحن وياك والمشاهدين واذا نخص بالحكي المشاهدات يعني الستات والصبايا اللي حتى نعطيهم افكار لموديلات ممكن تكون لا بقى لكل شي ولكن قبل ما نفوت ونبلش بالموديل نحن وياك من نسألك على الوان كونها بلشت الشتوية وبلش الخريف وبلشت الكقابة فيه الوان كمان فيه كقابة شوي ولا لا نحن محافظين على الوان وفي شي لغينا أو نحن نحن نتحرك نحن نشألها الضوء يعني اللي عامل هايلايت ممكن يريح شعره يعني يخفف نطفي ولا لا ممكن نغير اللون نحن نحن نفوت الألوان الباردية يعني الألوان الداكنة ممكن نعمل لحنا ألوان حاسي ألوان الغامقة شوي والي عامل هايلايت يريح شوي كون نحن نشألها لأنه نخفف كونه يعني راحة الصيفية راح شي تضايج نروّق شوي ونحافظ على شعرنا صحيحي؟ بالضبط يمكن أن أغلب الصبايا يغمقوا شعرهم تدريجياً مع بداية الشطوية من الخريف للشطة يكونوا فاتوا شوي بالغامة وخاصة اللي بيصبغوا يمكن على طول طيب رح نبدأ نحن نحن أكيد عاملين لفة مبدئياً للصبية اختصاراً للوقت مشان دغري نشتغل على الموديل شو أول شي حنعمله شو أول خطوة نحن نحن ننفش حنعطيه شوية حجم للشعر بعدها نحن نعمل الموديل البسيط هو كثير بسيط يعني يلبق لكل شي تماماً اتفضل يالله اوكي تماماً قلنا هلأ يعني أكيد محمد عمل لفة الشعر للصبية سيورجينا بس كيف حينفش الشعر مبدئياً ونشوف الموديل مع بعض أكيد محمد اللي عم تبخه على شعر الصبية هو شو هلأ اللي احنا هدا عم نبخ سبري هذا ما فيه غاز هذا بيجي تثبيته أقوى شوي للشعر الناعيم آه تماماً تماماً مشان تعلق النفشة يوضحاً عنه عند السبريتان فيه غازها لأن الشعر بيكون أكتر شوي سماكي منخلي هذا لآخر شي بنزين في البخبخة النهائية تماماً على التثبيت أديش الشعر الطبيعي خلال الموديل بزن سهل كثير للالمصفف وإذا كان في موديل ممكن هيك شوي يعطي وقت زيادة ولا لا ما في فرق هلا الإكستاشن هلأ هو الوقت نفسه الإكستاشن بس بتقطي حجم إذا كان شعر محتاج نعطي إكسترشين نعطي كسافة فيه شعر ما هو محتاج فحرام نحط له وبأغلب الأوقات يعني إذا الإكسترشين لازم تكون موجودة مشان تقاطي طول ممكن تساعد بالموديل تقاطينا شعر زيادة صير حلو شفنا يمكن متل ما كنا عم نحكي إنه موديلات بسيطة وحتى موديلات طبيعية نور يعني حتى اللفات شفنا الصباية عم يروحوا الشيء القريب مثلاً للكيرلي الطبيعي أو لكأنه الشعر هو هيك طبيعته حتى العراجة أنا عم تفاجأ بكل سنة إنه عم نشوف شيء طبيعي أكتر تحسين العروس نحن بكون مميزة بدون مبالغة بكل شيء يعني صح الموديلات اللي راح نعمل لها للصبية ممكن بليه يلبق لشو ممكن يلبق لخطبة العروس حلق لحنا منميزهم بالإكسسوار يعني في عنا أكسسوار تاج ممكن نحطه مع طرحة بسير العروس ياتي شوي يمكن حجم أكتر حتى الأكسسوار محمد صرنا عم شوف أي صبيب تروع على مناسبة لازم تحط أكسسوار على شعر حتى ولو ناعة أو هي المناسبة بعيدة شوية عنا ما بتخصها بتحط أكسسوار يعني بتشارك حتى بي أكسسوارات حلوة يعني ممكن أكسسوار يغير الموديل كله أي صح؟ يعني حتى من سنة لسنة عم نحص فيه اختلاف كتير كانت التصفيحات بالألوان يعني كانت الاكسسنشن قديش كانت مهمة لنا بالصح سنوات الماضية إذا فينا نقول خمس سنوات الماضية يعني أغلب الصبايا ما يطلعوا يمكن بلاها على أي مناسبة هي اكسسنشن أو ما بتحتاج فهي لازم تكون موجودة عندها هلا لا صرنا عم من بعد عن الاكسسنشن حمد ما؟ نعم صرنا عم من بعد نحنا كصبايا عن الاكسسنشن نحاول نرجع لطبيعتنا للشعر الطبيعي يمكن ملينا أو يمكن الموضة اختلفت ما بعرف هلا الاكسسنشن إذا حطت بطريقة صحيحة ما بتأذي الشعر أما إذا حطت بطريقة غلط بتأذي الشعر فأغلبية الصبايا عم يبعدوا عنها عم يخلوا الشعر طبيعي أكتر إنه إذا تترك حالة بلا اكسسنشن تقول أفضل يعني تخلي شعر على طبيعته تخلي يتنفس وخصوص يمكن محمد إذا توافقنا الرأي أنه درجة الأصير كثير بيهيئ الصيفية وحتى السنة اللي قبلها فصارو الصبايا هو يمكن كمان يعطي كسافة أكتر للشعر ويعطي شكل صحي أكتر للشعر ما بقى يحتاجوا يمكن للطول يحتاجوا شوي لكسافة إذا اضطروا هلا عندك الشعر الأصير مول لكل الوجوه بي البقى عندك ذلك مرة ذكرنا بهذا الموضوع أنه عندك الشعر الوجه إذا كان مدوّر ما بده الشعر يكون نازل عند الخد يعني بده يكون أطول بشوي ما يطول لوجه تمام وعندك شعر نحن هلا عم نشوف أنه مخلص الموضوع درجة يعني إن لبقت وإن ما لبقت نحن نعم بلا مئة بالمئة وخصوصي يعني نحن هلا عم نشوف مثلا حدائس فردة مصيره خلاص كله كله بضيف وراء بالبقلة والماء ما بالبقلة المهم هي تمشي تمشي على الموضوع والله تحسي رينا بالصيفية هي حلوة الشعر الأخف أخف ومريح أخف وقريح تماما هلا نزلنا غره نعمة هلا شكل الصبيه وجهه بده غره نعمة هلا إذا رفعناها لك شلون بيختلف كل الموديل هذا الموديل تقدر أكيد صبيه تعمله مثل ما قلنا على أي مناسبة وحتى إذا هي رايحة حابة تقشط شوي من شعره يعني يمكن على الجامعة على الشغل فيها تعمل هيك موديل ناعم يمكن بتنفيش أقل ما بتعمل هذا التنفيش كله بس بس بتقدر كمان تعمل هي القشطة هلا إحنا من نفع جسمنا مشاع نقطي حجم للشعر مشاع تقدر يعلق الكلابس تمام ممكن هي بالبيت تعملها وكتير شهلة وبسيطة هلا طبعا إحنا أكيد عم نشتغل موديل على السريع يعني اختصرنا كتير سنوار إجباري يعني محمد عم يشتغل هيك لات شغلات مع بعض بنفس الوقت لحتى أكيد دائما الوقت على التلفزيون بيكون أكيد أدية من وقت تكون ممكن الشخص عم يشتغل على راحته وبالمحل يعني تبع أنه بياخد ساعة ساعتين ساعة تلتة باع الساعة بالتنفيش ومع عز بضلخص لي برجع بلفه وبعده فهي بقى بتكون أخذ وقت بس نحنا هوم نحاول نعطي يعني موديل قريب لكل صبيعي عم تحضرنا هلا ممكن منحط التاج بهذا الشكل هلا طبعا ما في عندي مرايه أنا كتير باعتمد على المرايه أوكي هلا حطينا هل حطينا نحنا المرايه نحنا المرايه ما تاكل نعم نشوف لك الأمور من عنا تمام هلا مثل ما رأينا الموديل بلا تاج هو ناعم بسيط تماما مع التاج هو خلاص صارت فيها الصبيع إذا عندها عرصة أو خطبتها أو هيك فتقدر كمان تحط التاج بخصوص الأكسسوارات محمد لسه تاج دارج كثير يعني شفنا بسنين كان كل الصبيعي يحطوا تاج فجأة صار نحط الأكسسوارات الأنعم أو هيك اللي بتجي على الجناب أو هيك شو اللي دارج أكثر هاي السنة هلا اللي دارج هذول الأكسسوارات النعمة هل ممكن هاد هيك كمان نفس الوقت نفس الشكل هيك كمان بصير لخطبة بصير لطلعة لسهرة يعني هو اللي بيختلف الأكسسوار أما الموديل نفسه وكتير بسيط نعم نعم الموديل كله حتى هذال الأكسسوارات يعني هالأختلف هالأداك مبين أوفر شوي لعروس يعني حتى هتاك كمان نعم صاح هو تاج بس نعم يعني كنا نشوف أيام زمان التاج تاج يعني الشي ثلاثة مطار لفوق طوابق كان يكون مئة بالمئة طيب تثبيت الأكسسوار محمد كيف مهم خاصة بهذه المناسبات يعني بس كون الصبية هي مناسبة كون هي يمكن كثير ممكن يكون في حركة يكون في كثير العالم ممكن تجي تبارك لك لهذه الأمور كيف مهم يتثبت يمكن إن كان تاج أو أي نوع أكسسوار بطريقة ميحة طبعاً يتثبت هالأ صار في عندنا هنا في مثل هاد التبوس هاد بيكمش التاج بشكل طبيعي وما بيبين يعني حتى تحت الشعرة بهذا الشكل نزلنا الشعرة ثبت يعني هالأ ايد ما تحركت خلاص ظل ثابت ما تأكلهم خلاص ثابت برأسه عاي تمام محمد أنت معي هالموديلات يعني ممكن فيها شنيون أو رفع أو أشط ولا لا دائماً بتحب الشي البسيط إن كان دنيا صيف إن كان شتة إن كانت عروس أو إن كانت يعني مخطوبة صبريات هلأ أنا إذا تأتي لألي هذول موديلات النعمة أحلى من الشنيون الشنيون بيكبر الهجه بيأطي عمر أكبر من عمره بس كمان يعني هالأعروس لازم نقشط له نغير له نرفع له ممكن بالحالات العادية دائماً هذا الشي البسيط هلأ ممكن العروس تختار رفع ممكن نرفع له يعني شغلته كثير بسيطة يعني هلأ إذا رفعناه رفعنا هيك رفع خفيفة وحطينا التاج هلأ كمان بترجع بتنتبه أنت لموضوع الوجه إذا كان بيلبق له أو ما بيلبق له نقشط أو نرفع وننزل هلأ إحنا ملعب على هذا الدور إحنا منلعب على التلبيق هلأ إحنا منلبق لبقنا هلأ التاج ولبقنا الموديل الناعم وبيبقى من وراء شغلته كثير بسيطة فيها تنرفع بطريقة كثير بسيطة فيه صبايا عم يروحوا للرفعات حتى بالرفع عم تكون رفعة ناعمة يعني ما عم تكون فيها الأشطياء بتكون مثلا لتحت أو شوي بيعلوها حسب أكيد وش الصبية وشو بيلبق له تماما حتى عم تكون هيك يعني من الشعر نازل ما عم تكون بقى كل خصلة مرتبة ومرتقة لحالة لحتى تعطي الشكل يلي بدي يا المصفف تمام كنا نشوف قبل مثلا يعملوا هاي الخصلة لهاي المخصلة يعني هيك تلف الخصلة كلها مع بعضة وتتثبت وكل واحدة 20-30 شطال يا لطيف لحتى تثبت وتعطي الموديل يلي بدنا يا نحن اكيد هلا الرفعة هي كتير عم نعمل بطريقة سريعة بس نورجي انه نحن نحن نعلم الصدية اللي حاببته اكيد او الموديل اللي بيلبق له او هي بتحبت عمله ممكن هو يكون لانه محمد تتعرف انت العروس بقى بتجهز الصورة على الموبايل وبدين كلا هاد بديم كلا هاد مياه هلا احنا باني لك عملنا بطريقة كتير سريعة طبعا احنا بنغيره يعني بكون معانا وقت اكتر من هيك طبعا احنا ما فينا نقلك انه في كان هون شوية خصلة ايه لانه محمد بده مرايق دامه وحتى يشوف كل هاي بتفاصيل طبعا اوه هاد الموديل كل ما كان نازل كل ما كان احلا يعني احنا عملينه واذي طبعا احنا قدر نزل خصل منه بتعتي كمان حركة اكتر للشعر والموديل كله يعني كتير هي الافكار اللي ممكن مصفف الشاعر يغترحها حتى للصبية او حتى ممكن ازا هي مجهزة بقى شوية صور للمصفف اللي حتى تعطيك انت تعطيها الموديل اللي بديها نقل لك يا محمد يستلم ايديك يعطيك الف عفية شكرا لوجودك معنا يعني الافكار البسيطة السريعة اللي اعطيتنا ياها لكل الستات والصبعي شكرا كتير شكرا لك شكرا كتير محمد شرفنا شكرا اكيد الصبية ايضا موجودة معك وكل الصبايا اكيد بيهتموا بجمالهم وغالبا بيكون هذا الشي مركز او مركز على كل التفاصيل البشرة اكيد لاحظت كتير كبيرة بها الاهتمام وتحديدا منطقة تحت العين اللي ممكن يؤثر اسودادة على رونق البشرة ككل بالتقرير التالي نحن نتعرف مع بعض على اسباب هالحالة ونقدم لكم مجموعة طرق طبيعية بسيطة للتخلص منا اذا كنت بتعاني من الهالات السوداء تابع هالنصائح الهالات بتكون على شكل صبغات حول العين مو شرط تكون سوداء لبعض الاحيان بتكون بنفسجية او زرقة وبتنتشر بين السمر اكتر من البيض والوراسة بتلعب دور كبير فيها يعني اذا في حدا من ارايبك عنده هالات سوداء فاحتمال تصير عندك اسباب هالحالة متعددة منا السهر والتعب وعدم الحصول على فترات نوم جيدة نقص الشحم حول العين وهالشي بيظهر وقت الرجيم الاسي او التقدم بالعمر موسيقى بعض حالات التحسس مثل حمل اش او الرمض التشفاف وعدم شرب كميات كافية من الماء فرق العين انتبهوا كتير لهالسبب لانه هالعادة بتساهم بتطور الهالات وزيادة الوزمة موسيقى فقر الدم وعواز الحديث التعرض للشمس بشكل كبير وايضا التدخين والافراط بتناول الكحول موسيقى قبل ما نتجه للأدوية والحأن في عنا كذا خيار للعلاج الطبيعي من المنزل معاكسة كل هالأسباب بيساعدك على التخلص من هالحالة النوم لفترات جيدة ومعالجة فقر الدم وشرب كميات كافية من المياه شرائح الخيار أثبتت فعالية عالية بترطيب المنطقة وعلاجها لأنها بتحتوي على مضادات أكسدة وبايتامين سي الكمدات الباردة على العين وبنقصود باردة مومت جنبه أيضا مفيدة المساج اللطيف وليس فرق العين بنشط دوران الدم بالأوعية الدموية وبيخفف الوزنه استخدام كريمات بتحتوي على فيتامين سي خاصة بالعناية بالمنطقة وترطيبة ظرف الشاي بدل ما نكبه فينا نستفاد منه بشرط إنه ما يكون عليه سكر ويكون بارد الشاي بيحتوي على مضادات أكسدة وبينشط الدورة الدموية بهاي المنطقة إذا عملنا كل هالعلاجات وما قدرنا نستفيد رح نطر متوجه للطبيب المختص يلي بيعطينا خيارات للليزر والحقن أو للفيلر وأخيرا خيار الجراحة يلي بيعمل على استقصال الجلد الداكن موسيقى 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 صباح الخير عن الجديد على مدار ثلاثين يوم مفاجآت كثيرة بانتظاركم وكل يوم في عنا كنز لمشترك واحد رح يكون المليون من نصيبه يعني بكل يوم في مليونير جديد ورابح معنا ثلاثين يوم يعني ثلاثين مليونير سيكونوا معنا كل هادو اكتر لمسابقة الكنز مع سيرياتيل يلي بلشت بـ 23 أب لحتى اكيد تشترك بالمسابقة ما عليك الا تبعت كلمة سما على الرقم 1222 من اي خط سيرياتيل لحتى يدخل اسمك بالصحب وتكون الرابح اكيد العدد التنازل يبلش وبعد شوي نحنا رح نعمل سبع صحوبات بقيمة سبع ملايين لهيك لضيعوا الفرصة وبعد شو بعتوا من هلا كلمة سما على الرقم 1222 من اي خط سيرياتيل حتى يدخل اسمكم معنا وان شاء الله منبشركم بالمليون ببدايت هالنهار تمام وان احنا اسبوعيا نيارانا وبكل يوم احد ضمن برنامج صباح الخير رح نعمل صحوبات بتجمع كل ايام الاسبوع فاذا كنت مشترك رح يدخل اسمك بالصحب اليوم يلي انت شتركت فيه وهيك رح تكسب فرصتك وما بيروح عليك اي شيء وكل ما كترتم مسجال رح تزيدوا فرصتكم بالربح معنا طبعا غير الجوائز اللي اكيد حكينا عنهم الكنز مع سيرياتيل رح تقدم ايضا بنهاية المسابقة جائزة كبرى وهي دهب بقيمة عشرة مليون لصاحب اكبر عدد من الرسائل اللي كانوا بداية المسابقة ولا نهايته تمام وانو بنا نذكر كل المشاهدين انو بالاسبوعين الماضيين ربحنا 13 مليونه كانوا من نصيب 13 مشترك كل واحد منهم ربح مليون ليرة سورية طبعا هلأ صار وقت اكيد نبدأ بصحوباتنا اللي عم تكون طبعا باشراف المؤسسة العربية للاعلان وبدنا نطلب من الكنسول يعطونا العداد على الشاشة Start Stop Stop الفبروك لصاحب الرقم 0932 345 795 اكيد هو الرابح الاول معنا او الرابحة الاولى معنا لليوم وبالمليون الاول بالمليون الاول ننتقل للمليون الثاني وناخد العدد على الشاشة Start Start Stop الرقم هو 0938 12948 رحنا نعيد الرقم 0938 12948 ان شاء الله الف مبروك لصاحب هذا الرقم الف مبروك الصحب الثالث رح ناخد كمان العداد على الشاشة Start ونحن نعيد الرقم صحب 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 475 8779 090 370 475 877 وناخد المليون الرابع وناخد العدد على الشاشة Start 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 10 9 9 10 9 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 10 10 معنا 3-2-3-2 إن شاء الله ألف مبروك لصاحب هذا الشخص اللي يربح معنا المليون الرابع صحيح لسه معنا أكيد 3 مليون ناخد كمان رابح المليون الخامس نشوف من حظ مين نستاذ ألف مبروك 0937229010 0937229010 والمليون الرسادس رح يكون منصب مين رح نشوف نحن وياكم الرساد 0938735763 رح نرجع نعيد الرقم 0938735763 وإن شاء الله ألف مبروك ألف مبروك المليون السابع والأخير لح نشوف منصب مين صدق ألف مبروك لرابح المليون السابع معنا صاحب الرقم 0935267194 يعني سبع رابحين مثل ما خبرنا مشاهدينا بكل يوم أحد عم يكونوا معنا وليوم رح نجرب أيضا نتواصل مع أحد هذول الرابحين وهلأ صار الوقت لحتى نقول لواحد منهم إن شاء الله ألف مبروك ونبارك له على الهواء مباشرة الاتصال صار جاهز معنا يسعد صباحك؟ أو صباحك؟ يا صباح الخير؟ هلا صباح النور معك نور يوسف ورينة كويتر من برنامج صباح الخير على تلفزيون سموة ونحن دائل لك لحتى نبشرك إنك ربحت بمسابقة الكنز معنا مليون ليرة لليوم إن شاء الله ألف مبروك تعرفنا باسم حضرتك الثلاثي الله يبارك فيك أومان شيء نحن نسمى الصوازي المدعاني يا أهلا وسهلا فيك من أي محافظة عم تحاكينا؟ من ريندي محطوة عشرية يا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وألف مبروك يعني حلو الواحد أكيد من الصباحك يسمع هالخبر الحلو أكيد حضرتك ربحت معنا مثل ما قالنا جائزة بقيمة مليون ليرة سورية ماذا نفكر تعمل فيهم؟ يعني بهالوقت الواحد يحتر يمكن أن يعمل لأنه يمكن أن لا يعرف الواحد ماذا يعمل أهلا يخبرونا بالكونترول الثاني رقم يخرج معنا بالصحب لليوم تمام، ماذا ستعمل فيهم لهذا المليون؟ والله يا عمس، لبقتوني شوي من فرحة ما عدارك فيه لسه ما فكرت ما فكرت ما فكرت تعمل مشروط فيه يجب أن تقعد على رواق وتصفون ماذا يجب أن تعمل لأنه حلوة هذه المليون ليرة سورية أنا في رأييي ضبت أمور الشتوية بالمليون دوبوي ضبت أمور الشتوية من ما زود مغيرها الشتوية صعبة حضرتك متزوج؟ نعم كيف ولد عندك؟ عندي أربعة ما شاء الله، الله يحمي لك ياهن ويخلي لك ياهن وإن شاء الله تصرفوا هذه المليون ليرة بالخير والبركة وظل ترجع تعيد وتبعث لأنه إن شاء الله يكون أسا في عشرة مليون يكونوا من نصيبك الله يبارك فيك يا رب ويطع على كل المشبهين آمين ألف أبروك إن شاء الله تصرفوا بالهنة أكيدنا نبارك لكل الرابحين الذين كانوا معنا بهذا الأسبوع من مصابقة الكنز مع سيرياتيل وأكيد أنتم تمال حتى تكونوا رابحين معنا لم تنسوا تبعثوا من هلأ كلمة سماع الرقم 1222 من أي أخط سيرياتيل وانظرونا الأسبوع القادم بصحوبات مباشرة على الهواء وخلو عندكم أمال أنه ممكن تكونوا من الرابحين والسيرياتيل الأكيدية ستتواصل مع الفائزين وتخبرهم عن طريقة استلام الملايين ألف مبروك للجميع أكيد نقول لهم يا رينا إن شاء الله ألف مبروك وكونوا هلأ عم نحكي عن الملايين وعالمصاري خلينا نروح شوي هكي للأشياء اللي هلأ يعني بلاش تتخفك أنه جاي الشاتوية معت في هلأ الفواكه نوسمية اللي منشوف خفت شوي صح خفت شوي دي اسأل رينا شوء أكثر فاكها ممكن بتحبها بفصل الصيف ومكملة هلأ صراحة بحب كل الفواكه كل الفواكه كلهم طيبين يعني صراحة كلهم طيبين بس أنا بنتر الصيف تحديدا كونه في كتير يمكن يكون خلنا نقول أنواع أكثر من الشتوية هلأ هيك يعني بلقربت الشتوية أنا بداية لأنه خرص بصير بس في أنواع معينة معينة تفاح بردقان يعني أكثر شيء ممكن هؤلاء أكثر شيء ممكن هؤلاء أكثر شيء ممكن بالصيفية يعني بتلاقي الكراز العنب المشموش الخوخ البطيخ يعني كل هدول قصاص ومن آخر الفاكهات اللي ممكن نحن نشوفها بتضل معنا لآخر شيء هي الصبارة يعني خصوصا أنه إلها تقوص خاصة بهذا الوقت وحتى في ساحة بلولة ساحة الصبارة موجودة بقلب العاصمة دمشق تفاصيل أكثر عن هالموضوع رح يخبرنا ياها زميلنا عمر الشريف موسيقى مع سهرات الصيف بالشام تتعدد الفواكه الصيفية ولكن في فاكهة واحدة مختصة بالدلال ضمن شوارع دمشق لدرجة يطلق على أحد ساحاتها بساحة الصبارة موسيقى وبتصير هالفاكهة جزء من الفلكلور عند أهل الشام بالصيف وإلهم تقوص خاصة بتناوله موسيقى والله هاي مسميها أكلة على الماشي هاي بتحلو تأكلها بالسيارة وأكلتها برا كمان كتير حلوة على البيت لا بتروح النكهة تبعها هي الأكلة تبعها بالطريق انت ماشي بالسيارة قاعد على الطاولة يعني دور على المحلات اللي عاملين أعدات برا تأخذ منه وتمشي أو إنك تقعد على الطريق تأكله وتمشي لها نكهة غير يعني هي سبحان الله موسمة هيك بتدور عليها بأيام الموسم تبعها من شهر 8 و 19 بتلاقي الناس كلها تفتحت البسطات والعادات تبعها بترزقوا الله والناس يعني أكلة خفيفة نظيفة مريحة للعالة إلها فوائد صحية فوائدها ملين للمعدة ومساعد على الهضم الحبيبات اللي فيها بتساعد على الهضم بسرعة باعت الصبارة به الساحة بتفننوا بتزيين المساحة اللي بيشتغلوا فيها بالنباتات والورود والأضواء الملونة لا يجعل منها لوحة لتلون ليالي الشام وبتتوزع بينا كراسي لتشكل ما يشبه مقهى صغير على طرف الرصيف وبهالمساحة تتصدر فاكهة الصبارة صيفاً والفول النابت والدراء شتاءاً موسيقى على هيا هيا الارناء صلون زمان صلون تقريباً شي 50 سنة عمي اللي مواجهة صلوا 54 سنة والدي هون صلوا شي 43 سنة قديمين مختصين بالصيف بس بالصبارة هلا بتخلص الأول بطن بتجي حمرة البطن الثاني بيبلش جديد بده تقريباً شي اسبوع بيبلش 15 تسعة بترجع عرض خضرة صغيرة وتفحل بعدين بتخلص بـ 15 عشرة هلا طاولات قاعدة هوا عجئة أحيانا بتجي عائلات لهيك وتلاقي فيها عالة تفاصيل صغيرة مثل القاعدة بهيك ساحة كفيلة بإنه تسعدنا وتعدلنا مزاجنا وأكيد بهالظروف الصعبة والجو الحار نحن بحاجة لساعة من الوقت نكون مع الأشخاص اللي منحبون بهالساحة الرأية بفقرتنا الطبية لليوم رح نحكي عن حب الشباب العد الشائع أو البثور بغض النظر عن التسمية اللي ممكن يتداولها الأشخاص ممكن تشكل مصدر إزعاج يومي دائم وخصوصا بحال الخطأ بالتعامل معها اللي رح تكون نتيجته بطء بالشفاء وعدم التخلص النهائي من الحبوض صحيح واليوم نحنا بفقرتنا الطبية رح نحكي عن حب الشباب تحديدا والأخطاء بالتعامل معه وطرق العلاج وصارت معنا الدكتورة سلمة عليا الاختصاصية بالأمراض الجلدية صباح الخير دكتورة أهلا وسهلا فيك صباحك أهلا وسهلا فيك دكتورة يا نيام نحكي عن حب الشباب اللي هو يعني مشكلة إن كان بالنسبة للأشخاص اللي هلأ بفترة المراهقة المراهقة قتلة عندهم أو نحنا كأشخاص بحال تبدل الهرمونات أو مشاكل تانية منشوفها يتبصور خبرين عنا أكتر شو من قصود بحب الشباب أهلا وسهلا فيكم أول شي ويصعد صباحكم صباحك اللي عم بتابعون على قناة السمى الفضائية هلأ بالنسبة لحب الشباب بالتعريف حب الشباب هو التهاب مزمعين بيسيب الوحدة الجريبية الزهمية اللي بتوجد بمناطق معينة بالجسم تكتر بهي المناطق اللي هي منطقة الوش بالإضافة للصدر والظهر هلأ هو حقيقة من أشياء الأمراض الجلدية يعني تقريبا بيصادفنا بالعيادة عشرين مريض بيعاني من حب الشباب اللي يجي مريض عنده مشكلة جلدية تانية تمام معناتها هو مشكلة خلنا نقول شائعة دكتورة عند أغلب الأشخاص طيب دائما بنربط حب الشباب بسن المراهقة أو بهاي الفترة تحديدا هل هو فعلا أكتر شي بيبدو بالظهور بهاي المرحلة ولأمتى ممكن يكون لسه منسميه حب الشباب تمام هلأ حب الشباب حقيقة هو فعلا من الأمراض اللي بتصيب المراهقين بكثرة يعني هو السن الأشي على ظهوره هو بين العشرة وثلاث عشر سنة بس هاي مانا قاعدة يعني ممكن حب الشباب أحيانا نشوفه عند حديثي الولادة اللي هني بالشهر الأول الحياة ممكن نشوفه حتى بمرحلة الطفولة وممكن في منه نوع بيجي متأخر بنشوفه بعد سنة ثلاثين سنة ولكن هي الفترة الأشي على حدوثه هي بين عمره العشرة لثلاث عشر سنة طيب أنا بحس دكتورة أنه يعني كثير من الأشخاص بيقولوا أنه طب أنا إمت بدي خلص من هذا الحب الشباب في فترة زمنية بقول أنا خلص معد في حب شباب معد فين يبقى غسول وكريمات وصوابين وكل هذول القصاص ولا لا هو بيبلش ويظل مرافق الشخص تمام هلأ حب الشباب هو الفترة اللي أشياء اللي إلنا فيها بيبروس اللي هي فترة المراهقة ولكن بعد المراهقة بيخف عند نسبة معينة من المرضى بس هو أكتر شي إله علاقة بالهرمونات يعني طالما نحن في عنا هرمونات بالجسم مثل مرأة لسن معين الرجل بضل هرمونات مستمر عنده وهو بيكون معرض لظهور حب الشباب بيصير عنده يمكن الحب بطريقة أكتر طيب في عوامل دكتورة خينا نقول هي إن كان غير موضوع العمر يعني في عوامل تاني ممكن تكون موجودة عند الشخص هي تساعد أو تزيد من ظهور حب الشباب عنده صحيح هلأ أكتر عامل ربطوه مع حب الشباب هو الوراسة يعني شافوا إلما بكون نحن عنا حدا من أقارب الدرجة الأولى المقصود فيه هو الأب أو الأم أو الأخوة أو الأخوات هذا الشي رح يرفع خطر ظهور حب الشباب عند باقي أفراد ليلة بنسبة أربع إلى خمس أضعف هلأ في عنا عوامل تانية مثلا العوامل هرمونية في عند الشخص اضطراب هرموني معين خاصة عند النساء مثلا أحيانا الحمية الغذائية مثلا الحمية الغذائية اللي فيها درجة عالية من السكريات اللي فيها حليب سواء كامل الدسم أو خفيف الدسم هيربطوه كتير مع حب الشباب ممكن تدخين حتى التدخين يعتبر المحردات القوية وفي عنا أدوية معينة كما ممكن تعمل حب الشباب خاصة مثلا فيتامينات بي ستة بي تنعاش الهرمونات اللي بيخدوها الشباب للبناء العضلي هاي كلها أزوية ممكن تعمل حب شباب تزيد موضوع الحبوب تمام الكورتيزونات الجهازية هاي كلها من أسباب حب الشباب تماما طيب السيدات الستات اللي ممكن بيقولوا طب أنواع البشرة هل ممكن تأثر ولا لا ما دخل خلاص مثل ما قلت في عوامل وراثة ممكن بعض تنمل بعض الأطوية يتظهر هذا الشيء ولا لا أنواع البشرة كمان تلعب دور بحب الشباب هلا أكيد هلا دائما عن البشرة اللي بكون فيها نسبة أفراز دهني أكثر هي البشرة الرجلة معرضة أكتر لأحب الشباب أكتر بكتير من البشرة الجافة تماما ممكن تكون عرضة أكتر humanities ذوي بثثث هي تغييرات هرمونية عديدة كمان التغييرات الهرمونية يمكن وخاصة بمرحلة يمكن تكون مرتبطة شوي بالمراهقة موضوع بداية الدورة التنصية والأمور الأخرى كمان هذه التغييرات الهرمونية ممكن تأثر على موضوع حب الشباب هلا أكيد أنا ذكرت أنه بأول لقاء أن التغيرات الهرمونية كتير إلى علاقة هلا أنا في عندي قسمين التغيرات الهرمونية في عندي النوع الأول اللي هو مرضي مثلا مثل الأكياس المبيض اللي نحن كتير شائعة لنا بالمجتمع هي فعلا من أحد مصاببات حب الشباب المتهمة بقوة بهذا الموضوع هلا في عندي التغييرات الهرمونية الفيزيولوجية اللي هي طبيعية مثلا قبل فترة الدورة يومين لسبعة أيام 70% من النساء ممكن يعانون وظهور فورا بحب الشباب كمان بفترة الحمل هلا بفترة الحمل شافوا 50% أنه عم يتحسنوا من ناحية حب الشباب و50% أنه عم يسوق وضعهم أكثر فالتغييرات الهرمونية أكيد إلى دور كتير كبير سواء كانت مرضية أو فيزيولوجية طيب تلعب دور إذا كانت الأم حامل ببنت أو صبي يعني كونه بقوله البنت فالأم بتحلى بزنب يخف حب الشباب وبصبي أكثر ولا لا ما علاقة هو اللي له علاقة تغييرات الهرمونية مع الجنس الجنين نضمن الأمهات اللي يعني حضرونا أن هذا الموضوع ما له علاقة طيب كيفية التعامل مع هذا الموضوع يعني أنا من الأشخاص اللي بس شوف حبه فورا بجهز العدي بفقية بنظفها بعقمة وبستنها بقى حتى يعني تنشاف وإشهرها هل هذا شيء صحيح وسليم ولا لا فيه أصول لمعالجة حب الشباب الآن بالنسبة لحب الشباب نحن ما منفضل أبدا لما بيكون في عنا بثرة أو حبة ملتهبة إنه نفئية أو نلعب فيها بالإيد لأنه هذا الشيء ممكن يعرض لأنتان سنة وبالتالي ممكن يعرض للتندب أكتر في عنا طرق معينة لمعالجة حب الشباب يفضل يعني الالتزام فيها حتى كمان بدي نوه على الشغل يفضل الالتزام دائما بوصفات طبية يعني مو شرط العلاج اللي نجح عن ترفيقتي يزبط على الحب الشباب اللي عندي لأنه طبيعة البشرة واختلافة كتير بتلعب دور تمام يعني معناتك كل حالة هي خلال حالة خاصة يعني أنا ما فيني مختلف عبطان مثلا شيء معين عملته نور أنا أعمله نفسه ممكن يكون كل حدا هو جسم شكل طيب إمتى لازم متوجه لعند الطبيب أو طبيب الجلد يعني لنا ممكن هو بعمر كتير صغير الشبق أو الصبيع تبدأ هاي الحبوب بالظهور لازم من بداية هاي المرحلة نحنا يكون في متابعة عن طبيب أو لا نحنا إذا طولت خينا نقول أكتر نحنا لازم نروح لعند الطبيب هلأ هو بصراحة مو قد الفترة على قد شدة الحب الشباب يعني هلأ مثلا المراهقة يزطلع له حب بحبتان يعني أنا ما بتوقع أنه مبرر أنه يروح لعند الطبيب من شانه بس ظهور الحب مثلا بشدة معينة أو بالتهاب شديد هذا ممكن يواجهه أكتر لأنه يروح لعند الطبيب نشوف دكتورة بعض الأطباء يلي ممكن بيوصفوا موانع الحمل لحتى ممكن تخفف من آثار حب الشباب وحتى ظهوره عن بعض الصبايا إذا كان فيها إذا بتعاني من تكييس على المبايد كان موبيض متعدد كيسات أو شي تاني هل هذا الشيء صحيح وسليم؟ وفعلا تختفي بعد معالجة وبيقول ثلاثة ستة للسنة ولا لا بعد ما نحن منوقف هذا الدواء ترجع الأعراض هلأ هو مشكلة الموبيض متعدد الكيسات أنه هو مشكلة مزمنة يعني وارد جدا النكس فيه هلأ المعالجة الهرمونية فيه هي فعلا أحد خطوط علاج لحب الشباب لما بيكون فيه لنا مشكلة حقيقية بهذا الموضوع بس أحيانا ممكن يكون غير كافية يعني ممكن نضطر لأدخال معالجة جلدية بالإضافة للمعالجة الهرمونية يكون مترافقين مع بعضنا تشكرك كثير دكتورة سلمع وجودك معنا وإن شاء الله يكونوا كما مشاهدين استفادوا من هذه المعلومات أهلا وسهلا فيك يسعى طباحك أهلا وسهلا فيك دكتورة صباح الخير عن جديد وصلنا نحن وياكم لفقرة الأبراج مع المدام نجلة أباني لنشوف شو أخبار حزوزنا وأبراجنا لليوم صباح الخير صباح الخير للجميع تظلوا بخير أيامكم سعيدة اليوم الأحد 12 أيلول 8 للجميع بالخير طبعا كواكبنا ما زالت في أماكن الزهرة كوكب الحب والأرتباط الصداقات العلاقات تتقدم في برج العقرب يعني ممكن موليد برج الثور بقى لازم ينتبهوا شوي على الصعيد المهني موليد برج أسد كمان الأمور بالنسبة له ما كتير مريحة على المستوى الشخصي إضافة إلى برج الدلو عاطفيا وماليا لأمور ليست الأفضل ما زال المريخ متقدما في برج العزراء بس ما في تحذيرات لأنه لبعد بكرة بدأ يدخل على برج الميزان حتى أنا بقولي يعني دخل مبدئيا لأنه بلشت شوف حدا من موليد برج الجدي يتعب شوي على المستوى الصحي أو الحمل يعني لأنه لازم خلال الشهر القادم بقى الحمل السرطان والجدي ينتبهوا شوي على الصعيد الصحي أول أخباري العزيزة مولود برج الحمل لليوم الأمور بالنسبة له إيجابية على الأقل بعلاقاته الشخصية العلاقاتك الشخصية كلها والأمور المالية باشرة تحسن بدخول الزهرة إلى برج العقرب صديقك تستعيد نشاطك تحاول مصالحة الناس اللي حواليك الكواكب بأماكن داعمة على كل اللي تركز على إيجابيات وضعك سواء مهنيا سواء شخصيا يعني اليوم عم تستقر الأمور أنت مميز بإشراقك وحضورك مولود برج الحمل وراضي عن نفسك مولود برج الثور كمان اليوم الأمور أفضل بكتير من الكم يوم اللي راح ومرأت بيومين ثلاثة وكانوا متعبين اليوم المحيط أولا داعي محب مؤيد تانيا علاقاتك الشخصية انتهاءا يعني ابتداءا بعلاقاتك الشخصية وانتهاءا بالمسؤولين عن عملك اليوم العلاقات أفضل بكتير كأنك تجتمع بأشخاص كأنه تعطي أوامر كأنه الأمور مساعدة لتقدم اعتزارات لترتب أمورك والبرج الثور آخر حدا بالحياة إنه علاقة باعتزارات بس بالمجمل يعتزر بالأفعال وليس بالأقوال يعني كلمة آسف يمكن بصير عمره خمسين سنة وما بيكون آلة بس بالنتيجة لأهو من الأشخاص اللي بيحاولوا قدر المستطاع أنه يعتزروا فعليا في دعم عموما من المحيط اليوم وفي عائلة إيجابية تأجيل أو تأخير للجوزاء اليوم الظروف الراهنة عابرة يعني هاليومين الكركبة سبب وجود الأمر في برج القوس بموقع غير مناسب لألك فمعلش حاول تنتبه من قرار متسرع من إحساس بعدم الارتياح يكبر أو يزيد ما تخلي الأمور الصغيرة مولود الجوزاء أنه تزيد عن اللازم لا تلجأ للإستفزاز أو الأوامر يعني ما تكون عدائي عموما اليوم مولود برج السرطان اليوم عنده مئة ألف قصة شغلته الالتزامات الحقيقة اليوم كتيرة وكأنك ملتزم بدوامك أكثر مما يجب حاول تنجز أعمالك على أكمل وجه لأنه في شي ما قادر تفك منه بالأمور العملية مسؤولياتك كثيرة وما عم تملك وقت اليوم لا زيارات ولا لأنترنت ولا لرفاهية اليوم يوم للعمل بس أنا برأيي حاور تلتح لك ساعة لأنه غالبا قتلك داخل بقى على شهر فيه جزء من تعب صحي فباعتبار يعني ما بدي إرهق حالي بالعكس حاول أنه أنا نظم وقتي قدر المستطع اليوم الأمور إيجابية لمولود برج الأسد عكس اليومين المضو اليوم لي علاقات إنسانية لتهدي الأجواء لتشرح وجهات نظرك لتسافر إذا وضعك يسمح حواليك مجموعات تؤيد أفكارك مولود برج الأسد هاي الأيام عم تمارس سحرك عم بتطلع اللي بقلبك عم تحكي وعم تناقش بعقلانية بعض الأمور الصغيرة مولود برج مبدئياً العزراء لست في حالتك الأفضل ما بعرف كأنك تضع قائمة طلبات ولا تنفذ منها شيء كأنه في عصبية مفاجئة أو عناد مفاجئ أو نوع من أنواع الانفجارات الكلامية بس لأنه أنت معصب أو متضايق أو مكتير مرتاح أنا بقولي اليوم بالذات ما تصطدم بمن حولك لا تتشاجر مع الناس اللي بتحبهم يعني لا تدخل بزدمات حتى لتقنع الطرف الآخر بأفكارك اليوم هاي الأفكار غير مقنعة للأخرين إذا بدك بالعكس اليوم انتبه على عملك وإيجابيات عملك مولود برج الميزان اليوم للحركة للنشاط للقرارات لتكون في حواليك نوع من أنواع التغييرات الإيجابية اليوم في عطر للأخبار الجيدة حوالي مولود برج الميزان في إنجازات تحسن بالأداء حظور مساعدة سعادة حقيقية وكلما كنت مشرقا اليوم حققت ما تريد أمورك النفسية إيجابية عزيزة مولود برج العقرب غالبا هاي الأيام لصرف إضافي ما بعرفها لا حاول أنه تنتبه لأنه ما لك هاي الأيام جاي منه رباء وانت مو دائما إلك خلاق على هاي لصة فحاول تكون أكثر انتباها من إسراف لا تحتاجه هاي الأيام أيام فيها صرف ولن يكون جمع المال سهلا عليك مولود برج العقرب أعتذر صباح قوس الأمور اليوم جيدة الأمر دخل عبرجه مما عم بيخليه يسعى باتجاه تجمعات أو أضواء تبدو مطلوبا من الجميع مولود القوس اليوم عم تفرح لأمور أسرية حظوظ مساعدة حواليك هالة من نور ترافقك مثلا في نوع من أنواع الأفراح الأسبوع القادم كله لصلاح أو لتسويت خلاف أو لتتلقى دعم أو لتصلح بعض العلاقات مولود الجدي في عندك أمور ما كتير سارة بهاليومين ما بعرف يمكن نوع من أنواع الكسل نوع من أنواع ديئة الخلق نوع من أنواع العصبية بس هي الداخلية على كله ليس يوما للشجار يوم أقرب فيه للحزن أو للكسل أو للعزلة في شي عم يسمعوا مولود برج الجدي ما كتير مريح في شي ممكن يعمل له نوع من أنواع الكآبة والحقيقة الجدي طول الشهر القادم عنده نوع من أنواع المضايقات النفسية سبب وجود المريخ في برج الميزان فحاول تكون حذر بالتعامل مع من حولك تدلوا يوم اجتماعي بامتياز يوم عم تستقبل ضيوف عم توضع ضيوف عم يلمع نجمك حواليك دعوة اتصال تعارف عم تجدد حدة ذهنك بسئوليات جديدة يوم جيد بالنسبة لك ربما ترتاد أماكن ترفيهية أو تسافر أو تسمع لهجة مختلفة عن لهجتك مولود برج الحوت أنت أكثرنا تعبا مع الأسف يعني هاليوم فعليا للتعب لمولود برج الحوت وخد مني نصيحة لا تصطدم بمن حولك عموما اليوم يوم مانا كتير لتقول آراءك مثلاً أو لتشرح وجهات نظرك مثلاً اليوم يوم فيه نوع من أنواع التعب أو يعني هيكي الصدامات ربما فحاول أنك تهدى تروق تقرب من الناس الإيجابيين تبتعد عن الأشخاص السلبيين يعني هاي قصة كتير مهمة بالنسبة لألك وجيدة خليني عايد مولود اليوم يساعد أوقاتكم مولود 12 وتمنى له السعادة مولود 12 عامل مشتهد يمتلك القدرة ليعمل صباحاً مساء ليحقق أحلامه وطموحاته طبعاً شخص يحلم بالسراء والسلطة لكن قدميه على الأرض يحقق ما يستطيع تحقيقه مو كل شي بيحلم فيه وبيعرف تماماً حجمه وأحجام الآخرين صموت حيث يجب ترثار حيث يجب بس بكل الأحوال بيعرف يتصرف مسؤول حنون سهل الإنجراح عموماً لا تنقضوه لا يحب النقد طيب هذا المولود يعني أول حياته بيصاب بخيبات أمل من طيبته بعدين كونه لا ينسى فبيبلش يتعلم سنة مناسبة لحظوظ إيجابية لسفر لنتائج امتحانات لترقية أو زيادة بالراتب أو نوع من أنواع المساعدات أنا بشوف تليفونك ما عم بيوقف رن وعندك قصة شخصية ممكن تكون إيجابية وجيدة شام عم تسألني بنت نسرين سيدة وقتك يا شام شام هلا أنا ما بعتبره طبعاً برجك وبرج الحوت أنا ما بعتبر هاي السنة للتغييرات الجزرية رغم أنه شهر الماضي كان مفرط بالتعب لا لا الشهر القادم أفضل بكثير مالياً صحياً أفضل وباش هلت الأمور تحصل لكن أنا ما بحث أنه هاي السنة للتغييرات التغييرات الجزرية أنا قصدي بظن بدايات العام القادم هي اللي رح تكون للتغييرات الجزرية أحمد سنة تغييرات جيدة جداً بقى بالنسبة لك يا أحمد أحد العوام الأفضل وأنتي حدا لطيف خفيف دم قريب من الناس محبوب وين ما تواجدت كريم طبعاً وأحمد ما بعرف إذا أنت حدا بيكتب شعر أو رواية أو شي من هذا القبيل بس حاول إنك تعمل هيك لأنك تظنك حدا ناجح عموماً سنة للحزوز القصوى حبيب عم بيسألني صحية حبيب هلأ قلنا مرتين الجدي ما كتير الأريح الشهر القادم على المستوى الصحي هلأ إذا قال أك قصة استشير مختص يعني أكيد روح استشير مختص لا تترك الأمور أو تهملها أو تلجأ إلى أنه أنت أنا الجبار اللي ما بمراض تكلية تكون برج الجدي هيك يعني أخر الناس اللي بتروحوا على الطبيب إلا إذا لا سمح الله بقى حدا أخدكن بالغصب فلا توصل حالك حبيب لهيك قصة روح استشير مختص حبيبي بشرة عم تسألني كأنه هي وعمار والله إحدى العلاقات الأفضل يا بشرة يخز العين بس أنت حدا شوي حساس أكثر مما يجب هو هيك كلمته شوي واقفة خاصة إذا عصب أو إذا بلحظة عصبي تحسي هيك كلمته جارحة وأنتي حساسة زيادة عن لزوم بس علاقتكم جيدة جدا روحية إحدى أفضل العلاقات اللي أنا بشوف فيها 95% من التوافق وأفكرة كالسنة كمان فيها حظوظ وحظوظ جميلة جدا بيسان عم تسألني مع إبراهيم ياريتك مثل بشرة يا بيسان كونه نفس المواليد يعني علاقة ماش حالة ما رح إجي إلك إنه إحدى أفضل العلاقات بس علاقة حلوة بالمجمل إذا كان جديا أنا بقول العلاقة إيجابية وفي حظوظ أديه هو جدي يا حذرك يا بيسان أنا مبدئيا ما عندي ثقة فيه غزل مع محمد يعني علاقة جيدة جدا يا حبيبتي بس المشكلة إنه فيها تجازب أكثر مما فيها توافق دائما يعني هاي العلاقة ترابي وناري فيها تجازب لكن ما كتير التوافق الأفضل على كل الأحوال ما بعرف قده هو أصلا ممكن يكون جدي بحكاية الارتباط على كل إنه ومن الأشخاص اللي إذا وعد صدق ما عم كذبه أبدا ليس من هذا النوع مع ذلك روحي يعني الله يقدم لك الفير الخير أنتي بعدك صغيرة قصدي لذلك ادعي الله يقدم لك الفير الخير أكرام عم بيسألني عن أموره أكرام سنة هتختمها بأفضل مما بدأت بالغالب طبعا إذا أراد رب العالمي بين أواخر هذا العام وبدايات العام القادم في شي بدي بارك لك في إيجابي هاي القصة على الفكرة موجايبة من برجك الغربي من برجك الصيني هو اللي مفرح هو اللي فيه شغلة سنة حتتذكرها إذا لسه ما صارت ببداية السنة وأنا بقول ما صارت هال ثلاثة أربعة شهور يعني للشهر الثالث سنت جاي فيه شي بدي بارك لك في إيجابي وجيد فالله يقدم الفير الخير للجميع ويفرح قلوب الجميع ينسى دوقاتكم ويسعد أوقاتك نجلة ويسعد صباحك أهلا شكرا كثير مدام نجلة ونحنا هيك نكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم إن شاء الله تكونوا حبيت في فقراتنا وأكد دائما نلاقونا بنفس المواعد تبقوا بألف خير باي باي اشتركوا في القناة